عندك السؤال ده المرة اللي فاتت و هسألولك تاني دلوقتي مصطفى شبير سبع مباريات بشباك نظيفة في أفراقيا و دي حاجة انت أكيد عارف ان هي في منتهى الصعوبة حيو براس كبار عدوا على النادي القائل ما عارفوش يعمله سبع مباريات على التوالي بشباك نظيفة دي شنو رجع شنو ان شاء الله يبقى موجود خلاص هوا بيتمرم مع الفرق و كل حاجة هزا شنو يلعب مطشن النهائي و لا مصطفى شبير لا مصطفى طبعا مصطفى طبعا بص هي لها حاجتين لها شقين لو انت مصطفى يصابت شنو دي كانت مثلا مطش و مطشين و الشنو رجع الطبيعي جدا ان هو الاساسي وبالزاد في حالة المرمى بيلعب ميش لكن المدة طويلة قوي والولد يعني يعني دول مباشر و أثبت نفسه في عايزو أقولك في ايه في يعني في مطشات صعبة جدا و في اختبارات صعبة جدا انت بتلعب يعني انت لعبت مزنبي في مزنبي ده أصعب مطش موجد تلوه في حياتك أجواء صعبة جدا و ملعب صعب جدا و الجامليرتي حاسة انها قعدة فوقيك في الملعب الولد قدى بشكل كويس أنا من العدل من العدل ان هو يكمل مطشين لكن طبعا ده ما يقللش طبعا من قومت الشنوى كلعيب ولعيب كبير في نادي الاهلي لكن من العدل ان الولد يكمل بطولة طيب